تهديدات تستخدم لإجبار شخص ما على التخلي عن المال أو الخدمات أو الممتلكات الشخصية رغما عن إرادته وفي كثير من الأحيان تتعلق هذه التهديدات بالعنف الجسدي أو التعرض لمعلومات حساسة أو إساءة معاملة أحد أفراد العائلة أو المقربين وتتم من خلال أفراد أو عصابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعونا نتعرف لهذا الملف وحيثياته موضوع الاختراق وموضوع الابتزاز مرتبطين بشكل شبه دائم يعني الاختراقات لا تحدث لغاية الاختراق كاختراق كأنه المخترق يرغب بعملية الاختراق لا هو يخترق لتحقيق أهداف معينة من وراء الاختراق أغلبها دائما عملية الابتزاز والابتزاز المالي هو أكثر أشهر أنواع الابتزازات الموجودة الاختراقات الآن فيه اختراقات تتم عن طريق أجهزة الموبايل وفي اختراقات تتم عن طريق أجهزة البي سي وأجهزة السيرفرات نحكي الآن عن الاختراق عن طريق الموبال الاختراق عن طريق الموبال قد يكون من خلال الفيشنج أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل أو الإيميلات نحكي عن الفيشنج الفيشنج يكون الواحد جالس في بيته يجي له تليفون سلام عليكم أنا الشركة الفلانية أنت في عندك مشكلة في المجال الفلاني الشخص يقوم بتزويد المعلومات تبعته مثلا على سبيل المثال بيجي له تليفون إحنا البنك الفلاني معلوماتك عندنا بدها تحديث بدها تجديد ياريت تعطينا المعلومات طبيعي إحنا بنعرف كل البنوك وتودي رسائل تحذيرية لا يمكن أن تطلب معلومات شخصية من خلال الاتصال أو من خلال التليفون أو الرسائل الآن الشخص يقوم بتزويد المعلومات هذه على بناء أنه هو الآن يعاتني بمعلوماته وخايف على الحسابات تبعته المخترق يقوم باستخدام هذه البيانات والاتصال في البنوك واستغلال المعلومات التي حصل عليها مقابل أنه يخترق الحساب الموجود إذا استطاع أن يخترق الحساب استطاع ما استطاع راح يحاول بأسلوب آخر حينتقل للأسلوب الثاني وهو أسلوب الرسائل الإلكترونية أو الاسم اس أو قد يكون عن طريق الواتساب أو يكون عن طريق الإيميل إذن هو حينتقل للأسلوب الثاني إذا ما زبط مع الأسلوب الثاني حينتقل لأسلوب اللي هو الهوكسينك الإيميلات أو الرسائل التي تخوف المستخدم نيجي على الرسائل الإغرائية للاختراق اللي بوصل لواحد رسالة مرحبا يعطيك العافية احنا الشركة الفلانية وانت فوزت معنا طلع لك سيارة طلع لك مبلغ مالي الرجاء الضغط على هذا الرابط بيكبس او في الفترة الاخرانية احنا صرنا نشوف كثير بيطلع بوستات على الفيسبوك للتسجيل للدعم الحكومي للتسجيل لدعم شركة معينة الرجاء الضغط هنا الشخص هنا هاي كلاتها social engineering هندسة اجتماعية يقوم الشخص ساعتها الضحية بالضغط على هذا الرابط يقوم بنقله من الهاتف الى سيرفرات سيرفرات مشبوهة طبعا هي ليست سيرفرات حكومية احنا منعرف سيرفرات حكومية كلاتها محمية كلاتها مدعومة بيوزر نيم وباسورد واساليب وسيرتيفيكيشن واساليب للحماية متقدمة هاي السيرفرات لا المستخدم بيكبس عليها بيزود ساعتها لشاشة وهمية هي مش مرتبطة لا بحكومة ولا بشركة ولا بشيء من باب شو من باب اما تحصيل منفعة او من باب الطمع بجائزة مجانية ربحت سيارة طيب اذا المستخدم نفسه يرجع بذاكرة الورا هو لا اشترك بيا ناصيب ولا اشترك بمسابقة ولا عمل شيء مشان يربح سيارة كيف ربح السيارة كيف دريه عنه اذا هو الآن زود معلوماته مجرد ما زود المعلومات يتم اختراق الحسابات تبعته من خلال المعلومات الشخصية المعلومات الشخصية مهمة اننا في الوردن احنا الآن تطور الرقمي الحكومة الرقمية والانتقال صار رقم الوطن يتبعنا مهم جدا صار تاريخ الميلاد مهم جدا صار اسم الام الاول اسم الام ما قبل الزواج في الدول الثاني هذا كله ياتهم معلومات مهمة جدا لا يجب مشاركتها اطلاقا اذا الواحد اذا بيوصل لرسالة بيوصل اي شيء من مكان معين لا يجاوب عليها هاي اول نقطة لازم يعملها لا يجاوب عليها اذا اختراق بتم في الموبايل بهاي الطريق